تخمير القهوة أو بالتنقيع يعني ممكن تاخذ الإحاءات وتحس بالإحاءات فعلا من المشروب هذا أكثر وأكثر طبعا من أحد المميزات اللي ممكن نقول أنه والله في أرياحية شوي أن الطحنة أنت عندك تقريبا أربع طحنات تقدر تتحرك بينها يعني من أخشن إلى أخشن إلى أخشن أربع درجات تقريبا فرح أحطها لكم إن شاء الله حسب نوع البن طبعا الأفضل أنك أنت تاخد بن يكون مخصص للفلتر على أساس أنك أنت تاخد درجة حمص خفيفة أو خلنا نقول طبعا مشروب الكولدبرو يقدم بارد بحكم اسمه والآن رح نشوف مع بعض كيف الطريقة طبعا كوصفة من الوصفات والوصفات كثير ولك الحرية أنك تختار أي وصفة ممكن تناسبك ممكن تناسبة دايقة ممكن تناسب كمية الموية طبعا الريش المستخدم أو المعادلة الموية اللي هي تبدأ من واحد إلى أربعة إلى واحد إلى عشرة يعني مقابل كل واحد قرام من البن رح تاخد مثلا يا أن أربعة ملي من الموية أو حوالي عشرة ملي من الموية يفرق معاك إحساسك بالحموضة وإحساسك بالمرارة كل ما زادت المرارة حاول تخفف بالنسبة من الموية يعني تزيد الريشيو تزيد كمية الموية وإذا حسيت بالحموضة فالحموضة ممكن تأخذها على ريشيو يصير تنزل من كمية الموية بدل ما أنت تستخدم مثلا واحد على تسعة فممكن تستخدم واحد على سبعة ممكن تستخدم واحد على أربعة فأنت عندك مجال أن تتحرك بين المعادلة هذه فالمعادلة شوي مفتوحة درجات الطاحن مفتوحة شوي تقريبا من خشنة إلى أخشن ما رح تكون يعني خلنا نقول رح تكون أخشن من الفي سكستي وأنعم من الفرنش بريس فهذه النقطة ممكن تكون يعني فاصلة وإن شاء الله أني بحط لكم جدول من الطحنات عشان أتميز كيف شكل الطحنة ورح أتحن إن شاء الله الآن قدامكم طيب الآن نجي لمرحلة اللي هي طحنات الكولد برو طبعا هذه الدرجات كاملة تبدأ من القهوة التركية رقم واحد إلى خمستاش اللي هو الفرنش بريس فأنت تقدر تختار من رقم سبعة إلى رقم عشرة رح تلاحظ الآن أنه عندك أربع درجات تقدر تتحرك بينهم لاحظ رقم سبعة تقريبا شبه نعمة أو شبه خشنة لكن أخشن من الفي سكستين وهذا نفس الكلام رقم ثمانية ورقم تسعة تمام وعندك رقم عشرة بالأخير اللي هي تقريبا أخشن درجة من الدرجات تقدر تتحرك بين الدرجات هذه وتختار حسب الدائقة وحسب نوع البن وحسب درجة الحمص طيب الآن الوصفة اللي رح أتبعها رح أخذ مئة جرام من البن تمام مقابلها ستة ملي لكل جرام يعني رح تطلع لي ستة مئة ملي من المواية أو من القهوة بعد التحضير طبعا القهوة اللي اخترتها اللي هو من محمصة نول من جمهورية بيرو اللاتينية أو في أمريكا اللاتينية طبعا درجة الحمص تقريبا لو تلاحظون شبه يعني مديم روست تقريبا أو بين المديم وبين اللايت طبعا هي مخصصة الفلتر فرح نشوف مع بعض الآن بعد الطحن كيف رح تطلع شكل الطحنة والآن بعد ما طحننا الكمية مئة جرام لاحظوا معاي الطحنة تقريبا خشنة أخشم الفي سيكستي عشان نقدر نحصل فعلا على طعم مناسب إذا حسيت بالمرارة خشنها روح للدرجة أخشن حسب طبعا نوع البن حسب المعالجة طبعا المعالجة هنا مخصولة فالحموضة لابد أنها تبرز عشان كذا رحت لأخشن درجة ممكن أوصل لها في التحضير والآن نشوف مع بعض كيف رح نحضر طبعا يفضل استخدام إناء أو يستخدم أي شيء ممكن يغلق بإغلاق محكم عشان ما يدخل أي روائح ممكن تغير على طعم القهوة وبنفس الوقت يحفظ من الهواء أن يتعرض الهواء زيادة فالأفضل أن نستخدم أي شيء بحث أن يكون محكم عن الهواء وبنفس الوقت ما يتعرض للإضاءة المباشرة أو للشمس أو للحرارة لأن إذا تعرض الحرارة ممكن يفسد فالأفضل أنك تحفظ بعد التحضير تحفظه في مكان بعيد عن الشمس في الظل يكون بدرجة حرارة الغرفة بعد التحضير بعد 12 ساعة أو 24 ساعة نبدأ نحطه في الثلاجة ونبدأ نستخدمه وممكن يدوم معاك إلى حوالي تقريباً أسبوع إلى سبع أيام إلى ثمان أيام تقريباً فالنقطة هذه لابد أن أخذها بعين الأتبار طيب الآن نصب الموية الكمية التي نحتاجها 600 ملي لكن كبداية سأصب أول شيء 100 ملي موية حارة بدرجة حرارة 70 درجة مئوية وباقي الكمية سأضيفها موية فاترة لماذا؟ لأن بالنهاية أخلي القهوة تتفاعل مع الموية الحارة درجة 70 تقريباً ممكن تطلع الغازات أو خلنا نقول ثاني كسل الكربون بفعل التحميص فالآن سأخذ 100 ملي موية حارة ونشوف مع بعض طبعاً ضروري جداً بعدما تصب الموية تخلط في البداية بعدها نضيف كمية الموية الثانية زادت شوي خلينا نكملها موية وخمسين لا يوجد مشكلة موية حارة موية وخمسين الآن سنخلط الخليط شوي عشان تبدأ القهوة تتفاعل معي بقدر المستطاع بالشكل هذا عشان أحصل على تفاعل بوريكم إن شاء الله الآن والآن بدأ البن تقريباً يطلع ثاني جسد الكربون بفعل التحميص والآن نترك حوالي خمس دقائق بعدين رح نضيف كمية الموية الكاملة طيب الآن خليت أنا أربع دقائق حسست كافية أضفت الكمية إلى أن وصلت الستمائة ملي اللي أنا أحتاجها تأكد أنك أنت تخلط القهوة قبل أن تقفلها لاحظوا معي كمية التفاعلات اللي تمت عشان أضفت اللي هو المواي الحار وكده خلصنا كل اللي علينا نسويه ننتأكد من أن نسكر الغطى بشكل محكم عشان ما يتعرض لأي هوا تمام ولا نخليها لمدة 12 ساعة أو 24 ساعة حسب الرغبة بعدها نصفيها وندخل التلاجئ نشوف مع بعض بعد 12 ساعة حسب طبعا الجو إذا كان الجو حار يفضل 12 ساعة إذا كان الأجواء باردة أو درجة حرارة الغرفة في حدود 25 فالأفضل أن تكون 24 ساعة تأخذ راحتها وحسب الدائقة بالنهاية نشوف بعد 12 ساعة نرجع لكم إن شاء الله وهذا شكل القهوة بعد مضي 24 ساعة لاحظوا كيف الماء اكتسب من القهوة أكثر فصار أغمق أكثر طبعا يعتبر الوصفة هذه وصفة مركزة شوي بحكم الراشيو اللي استخدمنا فممكن طبعا أنا أفضل أنها دائما تكون مركزة حتى لو برزت المرارة ممكن أخففها تخفيف بالماء أو بالثلج فالشيء هذا ممكن يعني يكون أفضل من أني أسوي راشيو عالي وتبرز الحموضة وما أقدر أرجع أرجع خطوة بالنقطة هذه فممكن يخفف بالماء إذا حسيت أن طعمها يعني في مرارة وهذا شيء طبيعي وبنفس الوقت الآن بعد ما خلصنا أو كملنا 14 ساعة راح نصفي إن شاء الله بفلتر الفي سكستي بحكم أن الفي سكستي هو الفلتر الورقي اللي يعطيك قهوة صافية ممكن تصفيها بالفلتر الكيميكس إذا أنت تحب أنها تكون عاكرة شوي لكن أنا أفضل الفي سكستي ويلا نصفيها مع بعض طيب والآن بعد ما غسلنا الفلتر تمام بموية فاترة مجرد موية بس عشان يعني تخلص من طعم الورق نبدأ نضيف اللي هو الكولد بروع شوي شوي بحث أنه نضمن أنه يتصفى تصوية ويأخذ وقت على راحته إلى أن نصفي الكمية كاملة راح أصفيها وارجع لكم وبكذا ولله الحمد خذينا الكمية المرغوبة وخليت الكمية الباقية تصفي على راحتها بحكم أن فيها أكثر نسبة من البن فتأخذ وقت للتصفية وإن شاء الله يا رب أني ما طولت عليكم وأشكركم وأشكر استماعكم وأشكر تواجدكم ودعمكم الجميل ولا تنسونا أولا من الدعاء ثم اللايك والشير والسبسكرايب زي ما تعودنا للشياء اللطيفة اللي أنتو تقدمونها لي صراحة والكومنتات الجميلة اللي تصنع يومي الله يسعدكم يا ربي ولا يحرمني منكم اشتركوا في القناة